موسيقى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة نشفة اغبارية من عاصمة الخبر اهلا بكم والبداية بابرز العناوي واشنطن والرياض تحطان الجيش السوداني وميليشيا الدام السريع على الانفرارات الجاد في محادثة جدة موسيقى بريطانيا تتأهب لتتويج شارلز الثالث ملكا بعد تمانية اشهر من رحيل الملكة اليزابيس الثانية موسيقى زيلينسكي يكشف عن حصول بلاده على دعم قوين بعد زيارته لهيلسكي وعلى هاي موسيقى والبداية بتطورات الاوضاع في السودان موسيقى 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 الله هو أكبر أمودهم 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 أوضاع 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 سيئ جدا جدا أوضاع رذية جدا جدا معاناة كثيرة من الميا لا يوجد عندنا ماء تماما ولا يوجد عندنا كهرباء اشتركوا في القناة حث بيان سعودي أمريكي الجيش السوداني وميليشيا دعم السريع على الانخراط الجاد في محادثات جدا وطالبت الرياض وواشنطن الجيش السوداني والميليشيا بمراءات مصالح الشعب والعمل من أجل وقف إطلاق النار وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن وزير الخارجية أنتوني بلينكلين قد نقش هاتفيا مع نظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان مستجدة الوضع في السودان من جانبها أشارت الخارجية السعودية إلى أن الوزيرين أكد أهمية وقف التصعيد لتهيئة أرض للحوار إلى ذلك أعلن الجيش السوداني أن وفدا من القوات المسلحة في جد لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدن التي يجري تجديدها وأضاف أن موافقة الجيش على الهدن المتتالية يهدف لتأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية للمواطنين السودانيين في ظل الأوضاع الراهنة قال الجيش السوداني أن جميع ولايات البلاد تشهدوا هدوءا واستقرارا أمنيا عدى مناطق من العاصمة الخرطوم مشيرا إلى أن الميليشيا المتمردة استمرت في خرق الهدن وقامت بعدد من الانتهاكات وأضاف أنه رصد استنفار قيادة الميليشيا المتمردة لعناصر ومرتزقة غير سودانيين من دول غرب إفريقيا بالتوازي مع تعزيزات من جنوب كورتفان ومجموعة أخرى قادمة من إقليم النيل الأزرق كما أشار الجيش السوداني في بيانه إلى أن الميليشيا تواصل قصفها العشوائي لبعض المناطق في محيط منطقة بحري ووسط الخرطوم بما فيها المناطق السكنية مؤكدا أنها قامت بعمليات تخريب ممنهجة وقامت بنشر الفوضى بالعاصمة وأشار كذلك إلى مواصلة الميليشيا المتمردة التعدي على البعثات الدبلوماسية كمقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية وسفارة جمهورية شاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأضافت المفوضية أن أعداد النازحين داخليا بسبب الاشتباكات الجارية يبلغ نحو 330 ألف شخص كانت المفوضية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الاستجابة الإنسانية للأعداد المتزيد من الفرين من الاشتباكات في السودان بحاجة إلى تمويل يبلغ 445 مليون دولار أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونساف خسارة أكثر من مليون لقاح مضاد لشلل الأطفال في السودان منذ بدء الاشتباكات هناك في منتصف إبريل وقالت نائبة مدير مكتب برامج الطوارئ في اليونساف هزل دي وايت إن عددا من مرافق سلسلة التبريد تعرضت للنهب والتلف والتدمير بما في ذلك أكثر من مليون لقاح مضاد لشلل الأطفال جنوب دارفور وتجري يونساف سلسلة من حملة التطعيم ضد المرض في السودان بعد ظهوره هناك في نهاية 2022 وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية محمد بعد التحية ما أهم المشاهدات التي رصدتها في الخرطوم خلال الساعة الماضية محمد هل تسمعنا يبدو أننا فقدنا الاتصال شكرا مرسلنا محمد إبراهيم مرسل القاهرة الإخبارية سوف نعاود الاتصال بك أفاد رئيسه مفوضية حقوق الإنسان بالقاهرة رفعة مرغني بأن الوضع الإنساني يتأزم في كل ولاية السودان بسبب نزوح المواطنين بحثا عن مناطق أكثر أمنا وقال مرغني في تصريح للقاهرة الإخبارية إن السودان سوف يشهد تفاقما في الأزمات الغزائية والعلاجية إذا استمرت الاشتباكات إلى جانب مشكلات الوقود وانقطاع الكهرباء والاتصالات والمياه الآن نحن مقبلون على الموسمة الزراعي بالتأكيد طبعا في ظل هذا النزاع المسلح لا يستطيع المزارعين لا يستطيع الأشخاص أن يقوموا بعملهم فيها الزراعة نحن إذن نتحدث عن أزمة ربما تتفاقم في الأشهر القادمة لذلك من المهم جدا أن نتحدث عن أن هذا الذي يجري الآن هذا النزاع المسلح يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن لأن الآن نحن في ظل هذه الظروف التي نعيشها نعاني عدد كبير من الأزمات المرتبطة بالأغذية المرتبطة بالمياه المرتبطة بالكهرباء اليوم نحن ربما اطلعنا على عدد من التقارير والمعلومات التي تفيد بأن توقف عدد من شبكات الهاتف المحمول نظرا لعدم وجود الكهرباء وغيرها من المشكلات أيضا الوضع الصحي في السودان الآن أيضا يتفاقم يوما بعد يوم دعا مسؤول منظمة يونسيف في الشرق الأوسط سليم عويس إلى وقف إطلاق النار في السودان مؤكدا ضرورة وجود حل سياسي للأزمة وخلال حديثه للقائرة الإغبارية قال عويس أن الأوضاع الصحية في مستشفى السودان كارثية وعمال الإغاثة يعانون صعوبات كبيرة في الوصول إلى مناطق علاج المصابين بسبب حدة الاشتباكات يعني الهدى لم تسمح الممرات آمنة هي كانت هدى محدودة ولم تكتلل لذلك لم يعطى أي نوع الضمانات أو الممرات الآمنة لطواقم الإغاثة إن كانت اليونسيف أو الطواقم الأممية أو طواقم المنظمات المحلية حتى لذلك يعني صعب جدا أن نصل إلى الأطفال والعائلات الأكثر لأنهم عالقين في خطوط النار وهذا يعني يجب أن يطوقف يجب أن يكون هناك فعلا تأمين لهؤلاء الأطفال والعائلات حتى يبحثوا ويصلوا إلى الخدمات التي يحتاجونها وكذلك لعمال الإغاثة حتى يصلوا حيث هم بأكثر الحاجة أفاد المدير الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري باستمرار تعطل الخدمة في عدد كبير من المرافق الصحية بالسودان بسبب الاشتباكات وخلال حديثه لقاهرة الإغبارية أشار المنظري إلى أن 18 عاملا في المجال الطبي بالسودان راحوا ضحية للاشتباكات فضلا عن شني 26 هجمة على المؤسسات الصحية في مناطق المواجهات هناك ما يقارب من 26 هجمة ستلت على المؤسسات الصحية سواء هجمات مباشرة عدت إلى تدميرها على سبيل المثال تم تدمير مبنى وزارة الصحة في دارفور والمركز المعني بالطوارئ مما أدى إلى تدمير هذا المبنى بالكامل هناك حجوم على مستشفيات واحتلالها أدى إلى توقف الخدمة وطرد المرضى من هذه المؤسسات فنحن ندين هذه الهجمات على المؤسسات الصحية هذه الهجمات للأسف أدت اقتراض إلى مقتل ما يقارب من ثمانة أشخاص يعني من بينهم عاملين صحيين جرح ما يفوق من أكثر من 18 أو 19 شخص ينضم إلينا من الخرطوم محمد إبراهيم ورسل القاهرة الإغبارية محمد بعد التحية ما أهم المشاهدات التي رصدتها في الخرطوم خلال الساعة الماضية نعم في الواقع أن هناك اتطاع للتيارة الكهربائية وكذلك انغطاع لشبكة الإنترنت وكذلك الاتصالات هناك صعوبة حتى هذه اللحظات وهذا الأمر ساهم في الشح المعلومات لكن بحسب شهود عيان أن الساعة الماضية كانت صعبة للغاية كانت هناك مواجهات في منطقة شرق النيل وفي منطقة الخرطوم وسط وفي ذلك بحيط القصر الجمهوري حيث كانت هناك مواجهات عنيفة وكذلك كانت هناك محاصرات طيران يحاصر المليشيا في تلك هذه المنطقة وكذلك هناك محاصرة من كل الاتجاهات الأمر الذي دفع الجيش السوداني إلى إغلاق جسر المنشية الرابط للخرطوم ومنطقة شرق النيل وبالتالي كانت المحاصرات قوية جدا من كل الاتجاهات طيران وكذلك طيران يحلق في الأجواء وأيضا المشاه من ناحية وكذلك الدبابات من ناحية أخرى وبالتالي تحدثت المصادر عن أن المواجهات كانت عنيفة جدا وهناك خسائر في الأرواح والممتلكات من قبل مليشيا الدعم السريع ولربما حتى هذه اللحظات هناك يعني مواجهات ومطاربات في تلك هذه المنطقة التي يعني شهدت مواجهات هي الأعنف منذ أن بدء الحرب في تلك هذه المنطقة وأيضا في منطقة الحلة الجديدة التي يعني كانت ميدانا آخر لهذه المواجهات بين مليشيا الدعم السريع التي فرت حاربة من هذه المواجهات إلى جانب ذلك منطقة جبرة التي تقع جنوب الخرطوم كما يبدو أن اتساع نطاق المواجهات بدأ يتزايد خصوصا مع استمرار الجيش استمرار الجيش بتعزيزاته على تلك المناطق وتحديدا إضافة إلى جانب قوات الاحتياط المركزي التابعة للشرطة السودانية هي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني كما يبدو أن الساعات القادمة لربما تكون هناك أخبار جيدة بحسب المصدر خصوصا مع الجيش معظم بحسب أن هناك نساءات ومطالبات بوقف إطلاق الحرب لكن كما يبدو أن الجيش معظم في عملية الحزم لمليشيا الدعم السريع التي انتشرت في الأحياء وفي المناطق وفي الشوارع وكذلك تقوم بعمليات سرقات وأنها كما علمنا أن هناك مول للأفراء الآن تم سرقه وتم حرقه بحسب شهود عيان في تلك هذه المنطقة هذا المول يقع في شارع المطار في أشهر الشوارع في الخرطوم الأوضاع كما يبدو أنها مضطربة تماما في تلك هذه البقعة تحديدا منطقة الخرطوم التي يمكن أن نسميها منطقة عمليات وهي من أكثر المناطق سهدت مواجهات عنيفة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع لجهة أنها تتواجد فيها الملاكز الاستراتيجية ومقر خيادة الجيش والقصر الجمهوري والمؤسسات الحكومية وكذلك الجامعات وتحديدا في منطقة وسط الخرطوم وخيط القصر الجمهوري والقيادة العامة وأيضا هناك مؤسسات كبيرة وضخمة المليشيا الدعم السريع فضعها هدف لكن كما يبدو أن الجيش أسد من تواجده في تلك هذه المنطقة ماذا عن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وردنا بعد الأنباء أن بعض المناطق تتأثر الكهرباء فيها مما يؤثر على محطات المياه وحياة السودانيين بصورة عمل الخرطوم تعاني من انقطاع دائم للتيار الكهربائي هناك أحياء لم تعد إليها الكهرباء منذ خمسة أيام وبالتالي أيضا منذ صبيحة الأمس كان هناك انقطاع في الإنترنت وفي الاتصالات وفي كل الشبكات وحتى هذه اللحظة هناك صعوبة في التواصل مع الآخرين لكن ربما الاتصال من الدول قد يكون سهلا للخرطوم لكن الآن نحن نعاني من التواصل مع الآخرين هنا في العاصمة الخرطوم وهذا ربما يكون الأمر مقصود لجهة أن قطع التواصل بين ماليشيا الدعم السريع التي ربما لديها تلسيقيات أو تسجيق مع بعض في الهجوم على عدد من المناطق فالجيش الآن يتعامل باستراتيجية وتحدث عن أن هناك تعزيزات قادمة من غير الغرب السودان في طريقها إلى الخرطوم وتحدث عنه يرصد هذه التحركات ولربما تكون هناك ثاعة صفر للقضاء عليها خصوصا وأن هذه التعزيزات لم تكن الأولى في كل مرة الجيش يرصد ويختار ثاعة صفر للقضاء عليها وبالفعل نجح بكل الأرتال التي قادمة من الغرب السودان التي تجيء دعما لمليشيا الدعم السريع ونجح في تدميرها بالكامل ولربما في الساعات القادمة أن تكون هناك عمليات حكم هذه الأرتال التي قادمة هي من ولايات أو من غرب السودان كيف تبدو الأوضاع الإنسانية على مستوى السلع والقطاع الصحي وخاصة المستشفيات في الخرطوم الأوضاع الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية وتحديدا في المستشفيات خصوصا وأن هناك مداهمة لمستشفى القابلات يقع في أمدرمان ومداهمة لعدد من المراكز الأنسطية أو الطبية بصورة عامة إضافة إلى ذلك هذه العمليات التي تجري بين مليشيا دعم السريع والجيش السوداني فاقمت من ظروف الأطباء أو ظروف المرضى تحدث الأطباء عن أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات نسبة لعدم الاستقرار الأمن أو للإضطرابات وهناك تكاوى من خبل المنظمات والمتطوعين من صعوبة الوصول إلى هناك بإضطار أن مرضى مجهودا التي كانت بين الجانبين ولم تتم الالتزام بها من جانب مليشيا الدعم السريع ولم تحدد مسارات آمنة للمتطوعين الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية هناك نقص في الكوادر الطبية ونقص في المعدات على رغم من الجهود التي تبزلها وزارة الطحة لكن حتى هذه اللحظة المعاناة ما تزال قائمة في مستشفيات كبيرة وفي هناك مستشفيات ضخمة توقفت عمل وتحديدا المستشفيات التي تزواجت في وسط الخرطوم وهي منطقة ملتهبة بالقرب من قيادة الجيش كمستشفى الخرطوم ومستشفى الشعب وعادت من المستشفيات الخاصة الآن هي تقع في وسط الخرطوم في قلب الميدان في قلب ميدان المعركة بين الجيش السوداني وماليشيا الدعم السريع وهذا الأمر فاقم من المعاناة المرضى من المعاناة الإنسانية كالمنظمات حتى هذه اللحظة ما تزال تشكو من هذه الأمور وكذلك أيضا ماليشيا الدعم السريع التابعنا أنها سيطرت على الإندازات التضبية وهو مقر كبير هو مقر يوزع الأدوية لكل المستشفيات ولكل السودانيين الآن السيطرة الآن في يد ماليشيا الدعم السريع الذي يقع في وسط الخرطوم يعني بالقرب من السوق العربي وهذا الأمر يفاقم من الأوضاع الإنسانية والأوضاع الصحية أشكرك محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإغبارية كنت معنا من الخرطوم يعاني السودان نقصا حادا في السلع الأساسية بما في ذلك الغزاء والوخود والكهرباء وسط تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع وأظهرت مشاهد مصورة مواطنين سودانيين يقفون في طابور لشحن هواتفهم المحمولة بسبب انقطاع الكهرباء في مدينة كالكالا جانو والخرطوم مع دخول الأزمة في السودان أسبوعها الرابع تركت الاشتباكات عدة مناطق من الخرطوم دون كهرباء ومياه جارية وبات الطعام والإمدادات الأساسية تنفد من أولئك الذين تحصنوا في منازلهم من الرصاص وقذائف المدفعية أزمة الكهرباء قفزت للواجهة أسوة بالقضايا الإنسانية الأخرى التي تصاعدت بعد احتدام الاشتباكات كخضية العالقين قرب مناطق العمليات العسكرية وتوفير الممرات الآمنة للمدنيين وإيقاف استهداف الميليشيا للمستشفيات والطواقم الطبية مشاهد متداولة أظهرت مواطنين سودانيين يقفون في طوابير طويلة بمدينة كالكلا جنوب الخرطوم بعدما انقطعت الكهرباء عن المنطقة لمدة ستة أيام وكان على السكان الذهاب إلى المباني الحكومية لشحن هواتفهم المحمولة يستمر انقطاع المياه والكهرباء في كثير من المنازل السودانية منذ بدء الاشتباكات فالكثير من البيوت تعتمد على مضخات المياه ولذلك عندما تنقطع الكهرباء ينقطع معها إمداد المياه هكذا وجد السودانيون أنفسهم في خضم أزمة جديدة لم تكن في الحسبان فتوقف الكهرباء يفتح بابا لمعاناة لا تنتهي وتعكس عليهم ضرورة معايشة أوضاع صعبة في ظل الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع منذ تتزايد المخاوف بشأن أكثر من 30 ألف شخص فروا من الاشتباكات في السودان ووجدوا مأوى عبر الحدود الجنوبية للبلاد مع جنوب السودان وأفادت الأمم المتحدة بأن الاشتباكات أكبرت حوالي 100 ألف شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة إلى الجنوب من السودان وتحديدا في خيم للجوء أقيمت في منطقة الرنك تتزايد المخاوف بشأن أكثر من 30 ألف شخص فروا من الاشتباكات في السودان ووجدوا مأوى عبر الحدود الجنوبية للبلاد مع جنوب السودان نحو 100 ألف شخص أكبرتهم الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع على الفرار إلى البلدان المجاورة وفقا للأمم المتحدة وعاقة تسليم المساعدات في بلد يعتمد ثلث سكانه بالفعل على المساعدات الإنسانية عجبنا بس مشاكل بتاعت خرطم وطلعنا بعد أسر وكيد لأننا متضررين بمشاكل لم يجينا من المنزمة لكن أجرنا لأننا نحصر من مشاكل اللي واجهنا هنا رغم أنه طعب ويش لكن حاولنا قدرنا نحصل بسلامة ومن هنا نحن لقدام لأهل بعد لكن نستغر لأننا لقنا معانا كتر من لازم الأحوال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر من أن هناك بالفعل سبعة ملايين وأربعمائة ألف شخص في جنوب السودان بحاجة إلى مساعدات غذائية وفي خيام اللجوء بجنوب السودان قدم موظف البرنامج الأممي وجبات ساخنة للوافدين الجدد وفحص الأطفال لمعرفة مستويات التغذية لا يمكن أن تأتي هذه الأزمة في وقت أسوأ من الآن كما تعلمون في جنوب السودان ندخل موسم العجاف السنوي وانقضاء موسم الأمطار لدينا بالفعل أكثر من سبعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية في جنوب السودان نحن غير قادرين على الوصول إليهم جميعا بسبب قلة الموارد لقد اضطررنا إلى قطع برامجنا بسبب قيود التمويل الشديدة والآن يتعين علينا إعادة ترتيب الأولويات بشأن تقديم المساعدات وألغى برنامج الغذاء العالمي قرار تعليق أنشطته في السودان الذي جاء عقب مقتل ثلاثة من موظفيه في الاشتباكات مرجعا استئناف عملياته لمخاوف كبيرة من تفاقم الأزمة الإنسانية هناك وحذر من خطر مجاعة تطول ملايين السودانيين إذا استمرت الاشتباكات بين الجيش والميليشيا المتمردة يواصل معبر قسطل البري على الحدود المصرية السودانية استقبال العائدين من السودان من مختلف الجنسيات وأفاد مراسل القاهرة الإغبارية بأن المعبر شهد وصول أعداد كبيرة من حفلات نقل الركاب التي انطلقت من العاصمة السودانية الخرطوم إلى الحدود المصرية وأشار مراسلنا إلى وصول رعاية من دول مختلفة بينها الصين والفلبين والهند إلى معبر قسطل تحول ميناء بورت سودان من وجهة سياحية واقتصادية إلى ملاز للاجئين والنازحين الفرين من ويلات الاشتباكات الدائرة في السودان وبات على السلطات والمنظمات الدولية في المدينة أن تتعامل مع الآلاف الذين ينتظرون أقرب فرصة لإجلائهم من المنطقة تحت وطأة الحر الشديد يخيم الآلاف في بورت سودان ذلك الميناء السوداني المطل على البحر الأحمر في انتظار الحصول على تأشيرات تتيح لهم المغادرة أقصاط محاطهم واللحاق بقارب أو طائرة هرابا من الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشي دعم السريع السياسة الشرد الشعب السوداني كله يعني في ناس قاعدة في الشوارع في ناس قاعدة في الخلاء في ناس قاعدة في البيوت متطهضة في ناس قاعدة كاسرين حين يعني الواحد نفسيا ما فيكون مرتاح خدمتك الشخصية بقارب ما تقدر تاخد حردتك يعني نحق قاعدين هنا نكون ميتين في الخرطوم يا ريد لو ما طلعنا ذات من الحروبات كنا نوعد نموت في الحرب حسن لنا من كان نطلعت طلعنا على سبيل نلقى مخرج ما في مخرج لحد ديس تلك المدينة الساحلية التي كانت في يوم ما وجهة سياحية أصبحت تكافح من أجل إدارة حشور السودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى النازحين من داخل السودان هربا من الموت تصل تكلفة الغرف في أماكن الإقامة المختلفة إلى مئة دولار في الليلة وهو مبلغ صعب المنال بالنسبة إلى عديد من اللاجئين الذين يضطرون إلى النوم في العراء في الحدائق العامة وتحت الأشجار وأمام المباني الحكومية تقيم البعثات الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة والأجنبية قواعد هناك من أجل حجز أماكن لكن كثيرين يشكون صعوبة التواصل مما أثار بعض الاحتجاجات المحدودة كما أضر انهيار الأنشطة المصرفية والجمهورية نشاط الشحن والتفريغ المحور الرئيسي للاقتصاد المحلي وأدى تعطل أنظمة الاتصالات والبنوك المدمرة إلى صعوبة حصول اللاجئين على النقود الآن نحن شايفين الحاصل المأساة التقدس بعدين يعني ما في ما في شيء بروح في الناس قاعد تقدم وحل الإشكالية الليواج من الجميع العالغين بعد ذاك ما في مستغير الأكبر شيء ما في مستغير ما في كل وعدات كازبة وما في حل يعني يعني معظم البقال كل وعد وتسوير وتسوير من ناحية أخرى يحتاج كثير من اللاجئين إلى الخدمات الطبية التي تقدمها عيادات الهلال الأحمر السوداني الذي يستقبل أربعمائة حالة يومياً إلا أن الإمدادات العلاجية والأدوية على وشك النفاذ فضلاً عن نقص أعداد الموظفين بالنسبة للمواني أنا أعتقد أن التقط حالياً بيجي تشعر من أن اللوت خفة أما بالنسبة لبقية المراكز يحتاج لأطب يطوع معاناً في الهلال أو في بقية الكلينيك الحالية المتطوعة لكي يكون تقطيع شاملة الانتظار ملاذ كثير من النازحين واللاقئين يحدوهم الأمل في واقع أفضل فيما وراء المياه الزرقاء التي تطل عليها خيامهم ونتحول الآن إلى الاستعدادات لمراسم تنصيب تشاريز الثالث ملكاً لبريطانيا اشتركوا في القناة تشهد بريطانيا اليوم ما رسم تتويج تشاريز الثالث ملكاً للبلاد تتويج تشاريز على عرش بريطانيا يأتي بعد ثمانية أشهر من رحيل والدته الملكة الثانية في الثامن من سبتمبر الماضي تجريم مراسم التتويج في دير وستمينستر في لندن وهو المكان التقليدي لتتويج ملوك انجلترا هذه مشاهد مباشرة من الاستعدادات في بريطانيا للاحتفال بتتويج الملك تشاريز تاليس ملكاً للبلاد خلفاً الملكة إليزابيس الثانية التي رحلت في الثامن من سبتمبر الماضي وتتجه أنظار العالم إلى لندن لمتابعة حفل تتويج الملك تشاريز الثالث والذي يعد أقدم واريس للعرش في بريطانيا ومرت حياة الملك تشاريز بمحطات مختلفة من ولاية العهد حتى لحظات تتويجه خلفاً للملكة إليزابيس الثانية ترجمة نانسي قنقر 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 تزيّنت أركان المملكة المتحدة الأربعة بالظهور والنباتات البرية والمحلية لتتويج الملك تشاريز الثالث وقال بائع الظهور شين كونلي إن الملك أراد التأكد من أن شاشات العرض مستدامة وأنه لا يتم استخدام المواد البلاستيكية غير للصديقة للبيئة ومن المقرر أن يتم التتويج في وستمينستر أبي مع استخدام مزيج من النباتات البرية والمحلية وسوف تقدم اللكرة الزهبية الملكية إلى المايك تشاريز الثالث خلال مراسم التتويج والتي توضع في اليد اليمنى له قبل إلقائها على المذنب وصنعت الكرة عام 1661 من أجل الملك تشاريز الثاني وتتكون من كرة ذهبية مجوفة مرصعة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ موسيقى 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 اشتركوا في القناة نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل روما تطالب باريس بالاعتذار بعد اتهام وزير داخلية فرنسا لرئيسة وزراء ايطاليا بالعجز عن ادارة ملف الهجرة اشتركوا في القناة اهلا بكم مرة اخرى والان مع تطورات الازمة الروسية الاوكرينية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع المسؤولين الدوليين في كل من هلسينكي ولهاي واشار الرئيس الاوكريني الى ان بلاده حققت تقدما عسكريا بالتعاون مع حلف الناتو والاتحاد الاوروبي واكد ان التعاون بين اوكرينيا والولايات المتحدة وصل الى مستويات غير مسبوقة وسط اشتداد المعارك في باخموت قال الرئيس مجموعة فاغنر فيجني بريغوزين انه سيصحب قواته من المدينة في العاشر من مايو الجاري بسبب نقص الزخيرة وحمل بريغوزين وزير الدفاع الروسي مسؤولية الخسائر التي تكبدتها فاغنر في باخموت تصريحات صادمة لم تكن في الحسبان قد تغير مشهد الحرب في اوكرانيا بعد ان خرج رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفجين بريغوزين ليقول انه سوف يسحب قواته من باخموت مبررا ذلك بعدم كفاية امتادات الذخيرة والخسائر الفادحة التي تكبدتها فاغنر اسحب وحدات فاغنر من باخموت لانه في غياب الذخيرة محكوم عليهم بالفناء بلا معنى هكذا قال بريغوزين معلنا نقل مواقع تمركز مقاتل المجموعة الى المعسكرات الخلفية في العاشر من مايو الجاري لتضميد جراحهم على حد وصفه اعلان الانسحاب جاء في بيان موجه الى رئيس الاركان العامة ووزارة الدفاع الروسية والرئيس فلاديمير بوتين كقائد اعلى البيان طلب ايضا باستبدال قوات من الجيش الروسي بقوات فاغنر في باخموت رئيس مجموعة فاغنر الغاضب حمل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ورئيس الاركان العامة فالري جراسموف مسئولية الخسائر التي منيت بها فاغنر لانهم حرموها من الذخيرة شكوى بريغوزين من نقص الذخيرة لم تكن الاولى الا ان تهديده بالانسحاب من باخموت كان الاول من نوعه وسط هذه الاتهامات والتهديدات رفض ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريميلن التعليق على تصريحات رئيس مجموعة فاغنر مكتفيا في افادته الصحفية بالقول بان الكريميلن احيط علما بالامر باخموت باتت رمزا كبيرا للصراع الروسي الاوكراني جراء شدة المعارك التي تشهدها فالقتال الممتد نحو عشرة اشهر يراهن على قوة وصمود الجانبين الامر الذي يزيد صعوبة التكهن بالرابح في هذه المعركة صرح النائب المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق بانه لم يتم التوصل الى اتفاق جديد بشأن صادرات الحبوب الاوكرانية وقال المسؤول الاممي ان اوكرانيا وروسيا وتركيا والمنظمة الدولية اغفقت في ابرام اتفاق يسمح لسفن جديدة بالنقل صادرات حبوب اوكرانية عبر البحر الاسود واستطرد حقب ان عمليات التفتيش اليومية للسفن المصرح لها في وقت سابق لا تزال مستمرة طالب وزير الخارجية الايطالي انتونيو تاياني وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانا بالتقديم اعتذار لروما بعد تصريحاته المسيئة وكان الوزير الفرنسي قد اثار ازمة بين باريس وروما بعدما وصف رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني بانها عاجزة عن ادارة ملف الهجرة واعتبر تاياني تصريحات الوزير الفرنسي اهانة لا مبررة لها لدولة صديقة وحليفة حسب تعبيره وكان الوزير ايطالي قد الغى زيارته التي كانت مقررة الى باريس بعد هذه التصريحات دعت رئيسة الوزراء الفرنسية اليذابس بون الى حوار هادئ بين فرنسا وايطاليا وذلك بعد تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانا انتقد فيها عاجزة روما عن التعامل مع ملف الهجرة واثارت ازمة بين البلدين واكدت بون في تصريحات لها ان ايطاليا شريك اساسي لفرنسا مشيرة الى ان العلاقة معها تقوم على الاحترام المتبادل وشددت رئيسة الوزراء الفرنسية على انها ستعطي الاولوية للتشاور والحوار الهادئ مع روما من اجل مواصلة العمل معها انتقد الرئيس الامريكي جو بايدن وانتقد الرئيسة الجمهوريين في الكونغرس على خلفية رهن الموافقة على رفع صقف الدين بتقليس الانفق العام وقال خلال اجتماع وزري انه سيبلغ قادة الكونغرس السلطاء القادم ان عليهم رفع صقف المديونية وتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ومن شأن تخلف واشنطن عن سداد ديونها ان يؤدي الى اضطرابات اقتصادية كبرى في الولايات المتحدة والعالم تراجع مؤشر ثقة المديرين تنفيذيين في الاقتصاد الامريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري ووفقا لدراسة اجرتها مؤسسة الاعمال غير الهادفة للربح ومجموعة ذو دا كونفرنس براد البحسية فان غالبية المسؤولين التنفيذيين لديهم وجهة نظر قاتمة حول ما ينتظر الاقتصاد الامريكي حقق فريق الاهلي اللقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على كيريمتز بهدف دون رد في لقاء ان احتضانها استاد محمد بن زيد بمدينة ابو ظبي جاء هدف المباراة الوحيد بركلة جزاء عن طريق علي معلول في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الاضافي الاول وكان بيريمتز قد خاض مباراة الذهابي بدلا من الزمالك الذي اعتذر عن عدم المشاركة ليتواجد بيريمتز كونه وصيف الدوري للموسم الماضي بينما شارك الاهلي كبطل لكأس مصر عقب فريق التراجي التونسي بخوض اربع مباراة على ارضه بدون جمهور وغرامة مالية قدرها 300 الف دولار امريكي العقوبات التي اصدرتها لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقية لكرة القدم تأتي بعد احداث الشغر التي حدثت من قبل جماهير التراجي في مباراة شبيبة القبائل الجزائري بدور ابطال افريقيا ومن المقرر ان يستضيف التراجي فريق الاهلي المصري على ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي البطولة القرية في الثاني عشر من مايو الجاري الى هنا تنتهي نشرتنا وهذه تذكرة بالعناوين واشنطن والرياض تحتان الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع على الانخراط الجاد في محادثات جدة بريطانيا تتأهب لتتويج تشارد الثالث ملكا بعد ثمانية اشهر من رحيل الملكة اليزابيس الثانية زيلينسكي يكشف عن حصول بلاده على دعم قوي بعد زيارته الهلسينكي وعلى هاي وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني القاهرة نيوز دوك نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب ويمكنكم متابعة القاهرة الاغبارية على تردد 11747 vertical كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الاغبارية من خلال ابل ستور او بوجل فلاي او من خلال الكيوار كود الظاهر امام حضراتكم اشكركم معتمي المتابعة والى اللقاء ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر اشتركوا في القناة